السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 31 كانون الأول ديسمبر يعني آخر يوم في هذا العام فعشان هيك بنقولكم كل عام وأنتم بخير نتأسأل الله أن يكون عام خير وسعادة القادم ويسامحنا ويغفرلنا وما يحرمنا أجر العام اللي راح يا رب والله تكتبونا أدعي تحت هيك عشان نقول آمين وراكو الله يرضى عليكم القمر الآن موجود في برج الأسد لغاية الساعة 11 و53 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بعدها بده ينتقل لبرج العدراء ورح يظل في العدراء لغاية الساعة 12 و46 دقيقة بعد منتصف لليل يوم الأربعة 31 لا ينتقل القمر بعدها للميزان القمر الآن في منزلة الصرفة وهي منزل إلى الربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و32 دقيقة من مساء يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج بما أن القمر الآن موجود في برج الأسد لغاية ساعات الظهر معناة الناس من حولنا في هذا الوقت بكونوا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية أو بينصب التركيز حول الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع حبيبنا ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وتعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال نستثمر بشكل جيد بالفترة هاي وممكن أن نشتري بعض المجوهرات الثمينة أو القطع الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس العنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول حدث رح نتكلم عنه وهو انتهاء تراجع المشتري في برج الثور طبعا التراجع له فترة طويلة أثر علينا بشكل سلبي على جميع الأبراج لأن التراجع بيفقد الكوكب مزايا الإيجابية رح ينتهي تراجع كوكب المشتري اليوم طبعا الساعة تنتين وأربعين دقيقة من صباح اليوم بتوقيت جرينيج ورح يعود للحركة الأمامية في برج الثور ورح يظل بحركة أمامية لغاية الساعة 11 و14 دقيقة من مساء يوم 25 ستة 25 خمسة عفوا لا ينتقل بعدها من الثور لبرج الجوزاء بالنسبة للمشتري في الفترة القادمة لغاية 25 خمسة بيمنحنا دفعة للأمام لتحقيق بعض إنجازاتنا وخصوصا موليد برج الثور فترة التراجع اللي كانت موجودة هاي شعرنا بفقدان الحماس خفت فقلنا صار في نوع من أنواع التعطيل أو كشف بعض الأمور اللي تتعلق بالنشر برضو الضغط صار على المجال اللي يتعلق بمجهلات الصرافة أو الدراسات الجامعية أو الأمور الفلسفية والدينية والترحال خاصة لمسافات بعيدة في فترة التراجع يعني كان اللي اعتمدوا على الحظ فشلوا فشل ذريع لأنه دائما كنا إحنا قبل التراجع وقلنا أنه ما تعتمدوا على الحظ نهائيا وما تعتمدوا على نفسكم لأنه هاي الفترة هي فترة الدراسة وتحليل لأنه الحظ ما رح يدعمكم لا وبرضو كانت النتائج غير مرضية فالحركة الأمامية رح يعدنا المشتري اللي رح يكون داعم رح يمنحنا الحكمة والمعرفة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس والتفاؤل وما إلى ذلك من صفات حميدة رح يعطينا بصورة عامة داعم كبير أو دفعة وخصوصا للأمور الفلسفية والدينية الصرافة ودور النشر والدراسة الأكاديمية أما بالنسبة للزاوية التي تليها اللي هي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة خمسة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح ينتهي الساعة 11 وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العذرة هذا بيعني أن الفترة المذكورة من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهر لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شرا شيثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج العذرة عشان هيك بنعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بموارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما بنترك واردة أو شاردة دون تفحصها بنجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام بنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها وجود بهاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات وبوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي رح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل رغبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وثلاث وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج منواجه مصاعب عرقيل بتطلب منه أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينج منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة من حضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الظهر عندنا القلب الشريان الأورطي دورة دموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدول الأكثر حساسي واللي ما لازم نعمل لهم عمليات جراحية لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس العيون والأذنين هاي اللي بتصير أكثر حساسية من ساعات الظهر وما بعد بالنسبة لهذا اليوم يوصى بجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار ومش للأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أيضا مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العذرة معناة خلو المسار القادم أي بيبدأ يوم الثلاثة اثنين واحد بيبدأ الساعة احداش وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية تقريبا الساعة اثناش وستة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو ليل ثلاثة واحد لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره تسعتاشر يوم في تمام الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة مساء بصغير عشرين يوم نسبة الإضاءة ثمانية وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيدة بنسبة ستين في المية الآن ساعات الفجر سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات العصر سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في الأسد ورح ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء ليوم ثلاثة واحد منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات المساء منتحس بنسبة عشر في المية عطارة في القوس بيتراجح حتى يوم 2.1 منتحس بنسبة 75% الزهرة في القوس حتى يوم 23.1 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4.1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25.5 سعيد بنسبة 10% الآن في ساعات الفجر سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتظل العاطفي قوية عندكم عندكم رغبة للتقرب من الأحبة أو الأبناء أو ممارسة هواية أو الاهتمام بالنفس مع ساعات الظهر طبعا بصير التركيز على العمل وعلى الصحة أكثر فبدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه بيبدأ العمل برضو بيتراكم أكثر من المعتاد بعض موليد برج الحمل ممكن يظهر بعض الأعمال المربكة اللي يطر للعمل وقت إضافي وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا برح يظل التركيز على أمور تتعلق بالبيت والعائلة أو الاهتمام بالمسكن ولكن حاولوا أنه ما تشتروا أشياء ثمينة تتعلق بالمنزل من أثاث أو تبدأوا بالديكور أو هذا وخصوصا في فترة خلو المسار وبرضو انتبهوا من الانفعال والعصبية أثناء التعامل مع أفراد العائلة أما من ساعات الظهر فهو أنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء إيجابية ودعم لائلكم بقوة وبإمكانكم تعززوا علاقاتكم مع أحبائكم وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا بيظل في عندكم نشاط وحيوية بقدرة على التواصل والاتصالات والحوارات والنقاشات والطاقة عندكم عالية جدا ولكن من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهر اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بدي يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتعيد تنظيم أمركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك أو يطلب منك جهد لحل بعض المسائل برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا بيظل في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة بتكون تتجنبوا شراء أي حاجة ثمينة وما تغمروا بأموالكم وانتبهوا من ضياع أموالكم أو من المحتالين أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات أثناء القيادة رغم أنه بيصير من ساعات الظهر أجواء إيجابية ودعم لإلكم بقوة حتى على المستوى العاطفي برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا بيظل في نشاط وحيوية وطاقة عالية جدا عندكم وبإمكانكم تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة إنكم ما تبادروا إلى أي عمل جديد يعني حاول أنك تعمل بشكل روتيني رغم أن الطاقة عالية وقدرتك حل كثير من الأمور موجودة عندك ولكن فترة خلو المسار هاي فترة صعبة من ساعات الظهر وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع رغم أنه في بعض الفرص المالية الجيدة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة ونوع من أنواع الاكتئاب أو الضغط النفسي كل ما اقتربنا لساعات الظهر بيبدأ بالزوال تدريجيا من ساعات الظهر الأجواء بتصير إيجابية ولكن ما قبل الظهر حاولون كما تتخذوا أي قرارات حاسمة تضبطوا عصابكم بشكل جيد من ساعات ما بعد الظهر بتمتلقوا نشاط وحيوية تنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي بتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن حاول من ساعات الصباح إنه تضبط عصابك من سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المعارف أو عصبية أو خبر شوي يزعجك فبدك تتمالك أعصابك لأن القمر بيتجه باتجاه بيت متعبك من ساعات الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل القمر موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الظهر فبتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ما في داعي للمغامرات والمجازفات مقالفة القوانين أو أي عمل ممكن أنه يشوه سمعتك إن كان في مكان عملك بعلاقاتك الاجتماعية بسمعتك العامة فبدك تراقب نفسك أما من ساعات الظهر وما بعد تنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعد من لقاء بعض الأصدقاء القدامى أو اتصال حتى الوضع الاجتماعي بصير ممتاز جداً برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بظل المجال ممتاز بالاتصالات والحوارات والعلاقات مع الأجانب لغاية ساعات الصباح وبظل برضو ممتاز للي عندهم امتحانات أو مقابلات أما من ساعات الصباح ولغاية ساعات الظهيرة اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وحاولوا أنه ما تغامروا بشكل كبير واضبطوا عصابكم أثناء التعامل مع الأحبة أما من ساعات الظهر وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكونوا تجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لأموليد برج الجدي طبعا التركيز رح يظل على الأموال المشتركة لغاية ساعات الصباح بإمكانكم ترتيب وضع مالي أو حل المسائل المالية تتعلق بضريبة ببنك بتأمين ميراث أو أموال الزوج والزوجة أو ترتيب فواتير أو تتفحصوا حساباتكم المالية ولكن من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة بتكونوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات الظهيرة وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وتعزيز العلاقة مع الأحبة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتركز اهتمامكم لغاية ساعات الظهر بالاهتمام حول موضوع الشراكة أو أي عمل مشترك الأجواء إيجابية على هاي النحو ولكن حاولونكم من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة إنكم ما تلتزموا اتجاه الطرف الآخر وحاولوا قدر الإمكان إنه تضبطوا عصابكم لا انفعال ولا عصبية أما من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية بالنسبة لموليد برج الحوت واصلوا أعمالك السابقة حاول إنك تعمل بشكل روتيني حاول إنك ما تبدأ بعمل جديد خصوصا في فترة خلو المسار تمم أعمالك وركز على الأعمال المهمة والضرورية قبل ما تنتقل لعمل آخر وانتبهوا لصحتكم لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد وانا القمر بصير مقابلك تماما ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات ولا الضخم الأمور لا جواء مشحونة فما في داعي للعصبية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر